من الأسباب التي ينبغي للمؤمن والمسلم أن يحرص عليها في هذه الأيام لا سيما في يوم عرفة الإكتار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في ذلك اليوم ففي المسند عن عبد الله بن عمر قال كان أكثر دعاء الذي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدر وخرجه الترميبي ولفظه خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر